مساء الخير على عشاق ومشاهدين شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برميكم الاسبوعي المجري النهاردة معنا ضيف ضيف بمعنى كلمة تقيل جدا في عالم كورة القدم قدر يحفر اسمه بحروف من دهب سواء لنادي النادي الاهلي او لمنتخب مصر او الكرة الاوروبية والاحتراف عشان كده موضوع رأيي المجري النهاردة اللي هبدأ بي هو مرتبط بنجمنا وعشان يقول لنا فيها ايه الاتراف احنا قضيتنا اللي هابليتكلم عنها قضية الاحتراف احنا بنيجي نتكلم مع بعض كده يقول احنا عندنا احتراف مين الله عندنا احتراف احنا ما عندناش احتراف احنا اللي باين عليه لا هوا ولا ناس لسه ممارسة ولا ناس بتعرف اي حاجة في الاحتراف خالص انا قولا لكم بصراحة وانا متعود بعteraكل على الصراحة أنا من الساعة منعبت الكرة ودخلت المنتخب مصر من سنة 73 72-73 لحد هذه اللحظة هو هو السيستم اللي شغال كل اللي بتغير أسامي بتروحه أسامي بتيجي إنما هو هو السيستم الموجود لا فيه ناس عندها فكرة ولا فيها ناس لها صلة بكرة القدم خالص ناس بتيجي بالتربيط في الانتخابات أبن الانتخابات بيصرفوا كباب وكفتة وبتاعوا والكلام اللي انتوا عارفينه ده عشان يجوا يعرفوا إيه ما يعرفوش اللهم إني إيه فيه سفرية هسفرها مع المنتخب أطلع رئيس بأسة تعايد مع مدرب قول لكم إحنا ما عندناش احتراف هتقول لي اتحاد الكرة هو اللي بيدير آه بيدير وهو اللي بيدير وهو اللي بيدير قرارات خطأ في الكرة المصرية عشان كده إحنا محل لك سر تعال شوف السعودية عاملة إزاي دلوقتي بالنسبة للدورة بتاعهم المحترفين تعال شوف الإمارات تعال شوف قطر شوف اللاعبين اللي موجودين عندوه الاحتراف الاحتراف بيتقال إن من عامل غرفة الملابس لحد أكبر شخصية ده بيبقى محترف إنما إحنا عندنا ما عندناش احتراف الوحيد اللي هو يعني بيستفاد من المنظومة دي هو لعيب الكرة لعيب الكرة ومين اللي بيحدد الأسعار ده بيقول لك سوى 40 ده بيقول لك مية ده سوى 80 مين اللي بيقول مين اللي بيقول مفيش اللهم إن يعني إلى حد ما ربطت لأندية المحترفين حتى ربط لأندية المحترفين مش عارفة تزبط الدنيا لأن فيه بعض الناس بتتدخل في شغلها طب اتحاد الكرة فين هل اتحاد الكرة محترف لا اتحاد الكورة مش محترف محترامي كل اللي موجودين في اتحاد الكورة بصناء واحد او اتنين مرسوا كورة انما تعال بص التعاقد مع المدير الفني لمنتخب الاولمبي التعاقد مع المدير الفني لمنتخب الاول واحنا عندك اصلا عندك مسابقة عدلة عشان تجيب مدربين على مستوى عالي زي انت بتقول انا جبتهم ومين اللي بتعاقد معهم بتعاقد معهم عضو مجلس ادارة في الاتحاد وهو اللي بيعين المدربين وهو اللي بيجيب فلان ويمشي إعلان طب من اللي بيقيم ويقول لك الراجل ده بيسوي كذا يعني أنا كنت مختلف معاهم ساعة تما كان موجود كرويش عمل سيستم وعمل هيكل للمنتخب الأول بدأ الراجل يحط يده على الوقت الضعف والكلام ده كله بدأ يقول لك الكرة المصرية بتعاني من كذا وكذا لازم نعليجها مجرد ما الراجل خلص بتوت الأمة أفريقية وما كناش نحلم بصراحة إنه هنوصل نهائي بتوت الأمة أفريقية اللي فاتت إنه ما الراجل وصلك وبعد ما الراجل وصلك جنف الآخر قال لك لا لا ما ينفعش بعد ما قال لك خلاص احنا استغنين عنه بدأوا يدوروا عليه قال لهم لا ادوني فلوسي لأول عشان أقدر راجع تاني واشوف اللي يقول ليكو شوفوا شوفوا تخبط تخبط في كل شيء احنا ما عندناش احتراف اختيار المدير الفن المنتخب الأول مفروض من اللي بيجيبه لجنة فنية ودي عمل لها حلقة مخصوص عارفين يعني لجنة فنية لجنة فنية بتفصص المدرد عشان تقول ده يسوي كذا ويجي يعمل كذا ويستعمل كذا هل عمل برنامج ما عملش برنامج بعد كين نقول لك الحق وده اللي محصول الحق ده احنا عندنا مباراة مهمة في الأمم المفروضية الحق ده احنا عندنا تصفات كاس عالم الحق وناخد الصدمة بتاعت كل مرة كل مرة بناخد صدمة وما بنتعلمش وبعدين نقول لك ايه النادي الأهلي على فكرة ما بتكلم دلوقتي ما كلمش هنا من النادي الأهلي او كنت لايب في النادي الأهلي انا بتكلم انا رجل مصري ولقبت ومثلت منتخب مصر ولقبت النادي نايل وحققنا بطولات يعني شجاب الكلام ده من فراغ بيقول لك النادي الأهلي جاب مدربين أجانب بيتعالهم دولارات قد كده لا ده عندك دلوقتي المصري كان جاب مدرب أجنبي فاركو مدرب أجنبي بيرامد مدرب أجنبي التحدث كان الوقت يجايب مش ناد الأهل بس على قليل النادي الأهل عنده مصدر بيعرف يجيب وحتى المحلة كمان جابت مش ناد الأهل بس ما للهيصل المعمولة على النادي الأهل دي ايه يقول لك ازاي بيوفر دولارات تب ما تقول للناس اللي هي اقل قيمة في القيمة التسفيقيين للنادي الأهل اعمل زي ناد الأهل ونشيلك فوق دماغنا النادي الأهل ماشي على system احنا ما عندناش سيستم تعارفين يعني ايه سيستم كمان احنا بقول للناس هما مسؤولين عن الكورة انت زي البرنامج بتاع الكمبيوتر بتحط البرنامج تاع الكمبيوتر بتحطه في الكمبيوتر بيشتغل بيديلك بيقسموا لك زي ما انت عايز هل اتحاد الكورة عندنا فيه الكلام ده مفيش انا بقول لكم واحد بس لمسؤول عن تعيين المدربين ووكالة واحدة ووكيل واحد وشغل في اتحاد الكورة المصري هو اللي بيجيب كل المدربين انتم شايفينها انا الفترة اللي جاية علمالة اقول بالاسامي انا يهمني صالح الكورة المصرية بش صالح افراد افراد بتستفد بتستفد على طول على ودنه بتستفد زي ما بيتقال كلام ده بنفعش احنا مصر زي ما قلتلكم مصر بدأت تطلع اذا كانت الكورة هي اللي هتقالل مصر بلاها الكورة بلاها الكورة احنا اخذنا ايه من الكورة احنا كس العالم بيتلاعب في قطر اهو هيتلاعب واحنا فين احنا بنتفرج وفي دولة عربية السعودية وصلت وتونس وصلت والمغرب وصلت وقطر بدولة منظمة وصلت طب احنا فين احنا فين مية وعشرين مليون مواطن مصري بش عانفين يطلع منهم لعيب محترفين انتوا شفتوا السنغال وهي بتلعبنا السنغال عندها تلاتين الف لعيب محترف السنغال لما جت لعبك لعبتك في مصر اللعبتك عندها في السنغال في الماتش الفاينال وفي نهاية واما افريقية عندهم اتنين وثلاثين لعيب جابين واستندمين بين احسن عندها في العالم تلما بتلاعب السنغال بتلاعب بتلاعب منتخب على مصغر وبعدين يجي يقولك عندنا بص لما يجي احتراف افتح الاحتراف ما يجي لعيب لسه ما نعيبش يلاعب ماتشين تلاتة يقولك ايه انا عاوز اطلع احترف بره اطلع احترف تيجي للنادي تقوله احنا عاوزين لعيب ده اطلع احترف بره هتدفع عاوزين ايه يقولك عاوزين 20 و 30 مليون دولار و 20 مليون استرليني بقى مرت ايه سيبه خليه اوحي استفاد وخلي الدولة استفاد وانت هتستفاد وعندك اهو العينة موجودة عندك محمد صلاح عندك النني مازال نادي المؤمنين لحد هذه اللحظة باستفاد منهم هو ده العقلية الاحترافية انما العقلية المتخلفة اللي احنا فيها يقولك لا 20 20 ايه ده بيجيب احسن لعيبة من برازيل بخمسة مليون وعشرة مليون انت جاي تقولي 20 20 بقى مرت ايه مين اللي حدد يقولك ده 8 وكذا اللي عمليها عشوائية عشوائية يمكن انا مانا بقولوكم بس على الاحتراف وهي تنظيم الاحتراف نيجي على الحكام الحكام ده لازم بقى ربط ربطة الحكام المحترفين احنا عندنا ربطة لأ عندنا ربطة قائلة الاندية وماشية زي ما هي عايزة بتغير في النتائج وبتغير في كل حاجة خلا نتكلم بصراحة انما الحكام بقى انا اشوف حكم مع عضو مجلس دارة حين يتعشف حتها برا يقولك بنحتفل بالدور العام فين الشفافية الراجل مفوض طلع ببرا خلاص اجدد له تاني لا ده فيه شبهات دي شبهات ليه احط نفسي بشبهات يا جماعة احنا ما عندناش كهرة وانا بقولكم والقام بينا وربنا يديكم العمر ويدينا لو ربنا افتكر دي بقوله الراجل ده الكلمة صحة وكلمة غلط ولو الكلام ده غلط انا هطلع اعتذر لو ليه عمر هطلع اعتذر اقول الكلام انا قلته ده كله غلط انما انا بقولك احنا ما عندناش اي حاجة خلاص وعاوزين ان نروح ننافس وبنزعل لما بيطلع متناصفات كاس عالم بينزعل لما بنتغلب من فرق زي أسيوبيا بينزعل لما بنتغلب من فرق عربية تزعل ليه انت ما عندك شكور لان القائمين القائمين على ادارة كرة الخدم في مصر لا تصلح لا تصلح افتح للعيبة بتاعتك تطلع ان شاء الله تاخد حاجة عينات قفيفة شوف بعد كده هجي هيعوم معك وانا قلتلكو عندك النيني وعندك صلاح عاوز اكتر من كده ايه انما احنا لازم نشف دماغنا يقولك اصلا هيحاسبوني اصلا طب انتو بتجيبوا اللعيبة بملايين ومترموها ببلاش اتمنى اتمنى المسؤولين عن كرة القدم في مصر اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا كده يديهم عقلية كده فكروا صح عشان يخدموا الكرة المصرية الكرة المصرية محالك سير وانا بقول لكم لو فضلوا بالحال ده والله العظيم تلاتة اللي هنشوف لأمم افريقية ولا هتوصل كاس عالم ولا هتوصل قلوم بالجيم ولا هتوصل اي حاجة خالص وكل مرة بناخد الصدمة هي هي وما بنتعلمش اتمنى ان احنا نتعلم حد هذه اللحظة انا اكتفيد بالكلام ده انما الفترة اللي جاية انا هقول بالاسامي عشان محدش يزعى هقول بالاسامي ينصلح عن الكرة المصرية ينلغي الكرة المصرية ترجمة نانسي قنقر